خفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الحرب في غزة ولبنان وأهلنت الحكومة الإسرائيلية عن اقتصاد للتقشف لعام 2025 وتقليل للإنفاق يواجه الاقتصاد الإسرائيلي حالة من العجز المالي وانخفاض التصنيف الائتماني مما أدى إلى توجه الحكومة الإسرائيلية للإعلان عن اقتصاد تقشف لعام 2025 تقلل فيه الحكومة الإسرائيلية الإنفاق مع زيادة مجموعة من الضرائب لتمويل الحروب التي تخوضها إسرائيل وتفرض موازنة 2025 إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6% إلى 4% من النتيج المحلي الإجمالي عن طريق مقترح بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق نحو 40 مليار شيكل أي نحو 10.8 مليار دولار ومن ضمن الزيادات الضريبية سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 إلى 18% بدلا من 17% وقال وزير المالية الإسرائيلي بيتسال إيل سموتريتش إن ميزانية الجيش في عام 2025 لن تكون مفتوحة على الرغم من أن إنفاقه سيبلغ مليارين ومئة مليار شيكل في العام المقبل وسيبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة 744 مليار شيكل في عام 2025 بما يشمل 161 مليار شيكل لخدمة الديون ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4 من 10% في عام 2024 وأربعة فاصل ثلاثة بالمئة في عام 2025 وبحسب وكالة رويترز فإن الاقتصاد الإسرائيلي تلقى ضربة بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023 ولم يحقق أي نمو وأدت مشاكل الإمدادات إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة للإسرائيليين الذين تأثرت معنوياتهم بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام وكالات التصنيف الاتماني الثلاث الكبرى خفضت التصنيف الاتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الحرب في غزة ولبنان مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل والطرار البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة بسبب ولوغ التضخم ثلاثة بالمئة وفي حالة عدم الموافقة على الموازنة بحلول 31 من مارس 2025 يتعين إجراء انتخابات جديدة